انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية كما أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد عن إطلاق أول سوق منظم ومراقب من جميع الجهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتدول شاهدات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا وأكد فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق